الرئيس هادي رهن الإقامة الجبرية بالسعودية هكذا قالت وكالة الأسوشيت بيريس الأمريكية أن السعودية منعت الرئيس وابنيه وزراء وعسكريين من العودة إلى بلادهم مؤكدة أنهم رهن الإقامة الجبرية في خبر تم تراوله باعتباره أحد عجائب الدبلوماسية العربية وما أكثر عجائبها غياب الرئيس هادي بعد هذا الخبر تحول من الغياب إلى التغييب خصوصا بعد الجدل الدائر حول أسباب غياب المؤسسة الرئاسية في الداخل اليمني منذ منع طائرة الرئاسة من الهبوط في مطار عدن وتنامي الجدل حول موقف التحالف العربي المريب إزاء الرئاسة اليمنية التي تشكل الغطاء الشرعي للدولة وللتدخل العربي في اليمن لم تفسح المؤسسة الرئاسية عن أي موقف ولم تقطع الشك باليقين لتقول شيئا إزاء الجدل الدائر منذ أشهر وربما هي الأخرى في موقف لا يحسد عليه إذا ما تحدثنا عن تجريدها من الموقف السياسي وتحويلها من لاعب أساسي في الشأن اليمني للاعب في دكة الاحتياط ينتظر تعليمات المدرب الحد من صلاحيات الرئيس هادي وتعطيل فعالية القرار الرئاسي بات واضحا للعيان خصوصا أن أهم القرارات الرئاسية الأخيرة تم عرقلتها والتي تمثلت في تغيير محافظ عدن وبات الفراغ في السلطة المحلية لعدن يمثل صورة مصغرة لفراغ المؤسسة الرئاسية في العاصمة المؤقتة بحسب متابعين فإن لي ذراع الشرعية من التحالف العربي له انعكاساته على لحظة اليمنية الراهنة وتأثيرات المستقبلية أيضا فالتحالف الذي رفع على فتة الشرعية باته والآخر يضع عصاه الغليظة في عجلات الشرعية وهي التي وضعت ظهرها المكشوفة لمن تسميهم بالأشقاء ولم تحصل منهم إلا على الشقاء والسخط الشعبي وآخرها وضع رئيس البلاد رهن الإقامة الجبرية ردود الجانب السعودي بخصوص ما نشرت الوكالة الأمريكية وتداولة وسائل الإعلام اليمنية والعربية لم يتضح بعد قد يكتفي بالصمت وربما لا اكتراث كما هو المسلك المعتاد عليه من اللحظة التي ارتفع فيها صوت اليمنية ضد تصرف الإمارات الذي يمس كيان الدولة اليمنية وضعت السعودية إذنا من طين وإذنا من عجين